السلام عليكم كتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم على قناتي سمورة لما ان شاء الله فيديو اخر ولكن هذا المرأة مختلف سوف نحاول قدر لكم بعض المنتجات لنهيتها في هذه الفترة الاخيرة سواء 13 او 14 سوف نقول لكم رأيي ديالي فيها سواء فلوب او طب وش نعاون نشريها او لا بالنسبة لأول مجموعة هي العناية بالشعر كما كتلاحظو في اول بخدوة هو شامبو ديال افغوشي معروف طبيعة الحال بالشوفان سنبارابين ساو سيليكون يعني شامبو عادي جدا لا يزعم شي فرق وش نعاون نشريه او لا بالنسبة لمنتوشي يعني هو شامبو ديال غليس صراحة فلوب 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 لانه كينوض القشرة كينوض القشرة بطريقة يعني مش معقولة وكينجيف في الشعر برغم انه خاص للشعر الجاف بالنسبة لذا الشامبو فهو كما كتلاحظو ميكسا بيبي يعني ضروري يكون شامبو ديال اطفال في الدار لانه بالمراسفة كينهك الشعر كينهك بقوة شامبو كون ما را كن بدلو كون ما را كن بدلو لهذا سواء الميكسا بيبي او جونسون ضروري يكونوا في الدار باش نريحوش بيا الشعر ديالنا من قوة الشامبو بنسبة لهذا المجموعة كما كتلاحظو ديال الماكاداميا المعروفة الغنية عن تعريف ولا حاليا انا مزدحني لمع Burnley أو العخواست للافحت وانا بزماني خذيته لانه كان تعامل كريقت شعري وهذا هو الوحوذي علي الفرنسي قدمت لاتخس لكن فيه حتى لي ما نلقيتوش لحدف انا يااا soprattutto اس ل conquiste هذا كانوا عاملين 335 درهم يعني 35 أورو بجوجهم يعني فقط كان تخفيض يعني بخمصيو لكن ما يعجبني الصراحة كما قلت لكم أنا خديته حمد تكت عامل كيغاتين يعني ميفيس السلفات هذا هو العلاج خديته كما كتلاحظوه رمقطع لأنه الكمية اللي كانت تبقات مني مشيت المغري بديتها معاي في قنينات صغيرة باش نساليه بسرعة نجو العناية للإستحمام طبيعة الحال الضب الغني عن التعريف هذا الكاغاميل أنا أي حاجة فيها الكاغاميل كتعجبني صراحة طبيعة الحال نعود نشريه لكن بروائح أخرى نهيت هذا البندوش أفضل أن الإنسان يأخذ فقط القراءة أفضل قراءة الصغيرة يأخذ القراءة الصغيرة باش هكما تطلع لي الريحة في الرأس صراحة هذا بسبعمائة خمسين ميلي يعني ما نساليته حتى صاب يطلع ليه في الرأس طبيعة الحال ما غاضيش ما غاضيش نشريه ولكن بغيت نجرب أشياء أخرى سليت هذا البندوش بغيت نوات كوكو صراحة ما غاضيش نشريه ومعجبني بالمرة لأنه ما كيدي رحت حاجة أنا فقط كملتو كبندوش باش انهيه طبيعة الحال ما غاضيش نعود نشريه بالنسبة للعناية بالفهم نهيت هذا البندوش بالنسبة للعناية ومعجبني ومعجبني خاصة بالأسناع الحساسة جدا خوزة أنا أسناع ديلي حساسة دي الماء البارد من الأشياء الباردة والأشياء صخنة طبيعة الحال هو ديجا عندي لهذا فان ضروري كل مرة خاصني نشريه نهيت أيضا هاد فانبوش ولكن هو قوي بزاب بزاب للتاو ثمان ديالو تقريبا خمسة أورو خديته من بغا فارماسي زوين صراحات اللي كيعاني من اللاتة الحمراء أو اللي كيسل من هاددم زوين بزاف ساليت هاد دي دوغو من إبغو الشي أنت ترانسبرون ما غادش نعود نشريه حين تعدي واحد ديال نيفيا جديد اللي كنجر فيه وعجبني بالنسبة لي ما كيدش حد تغطية وبنسبة لهاد دي دوغو دي إبغو الشي ما عندوش تغطية قوية وفي ساكة تمشي الرائحة ديالو بالنسبة للعناية بالواجه نهيت هاد ديادرمين سوان جو فيه فيتامين او خاص للبشرة الجافة والحساسة زوين بزاف لكي بغي يدير شاك خيم خفيف خفيف ما كي لاستقش أنا بالنسبة لي كنستعملو مليكي كل فطار زوين صراحة ان شاء الله إلقيتو هذا نعاون شريه هادا ماشي ساليتو لكن غدا نرميتو استعملتو فقط أربع مرات صراحة خيب بزاف 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 لأنني استعملتو فقط في الشتاء بلايست الأماكن الغامقة تحت الشيفة نوض لي يعني دست نقول لك نص نهار نوض لي الحبوب في هذه المنطقة لهذا فأنا رميتو ديالا واش بوزاي ما غدا نعاون شريه أنا أصلا نرميتو هو هامر ساليت هاد القوماج رائع جدا جدا هذا كان خطيلي جابتو لي رائع جدا من كلاغينس صراحة أحسن القوماج جربتو كيبيض وفي حبيبات كنت تقول لي أنه صغر ولكن إن فاكت تستعملوه في وجه ديالكم بحيث يقول له كبارين وصراحة تنزلين بزاف 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 وختمان دياله بالنسبة للحجم الكبير الغالي ولكن علاش الله واحد يستعمل القوماج جدا ديالتو عالية صراحة يلقيتو او إلا قدرت قد نعاود أن ناخدو إن شاء الله بالحجم الكبير دياله سليت هاد جينياتو عيون ديال إفغوشي ديال البشرة البشرة العادية والمختلطة وخوة ما كيلقش البشرة ديالي لأنها مائلة 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 غادية للجفاف ولكن صراحة نزلين بزاف يعني ما أدانيش كنقي بزاف للوجاة كده قد نعاود نشري ولكن إلقيتش شواحد ديال البشرة جفاف غاد ناخدو أحسن سليت هاد سكراب أو القوماج الخاص بالجسم رائع جدا ديال أبغيكو اللي لجميع نواع البشرة كم العادة صون بغامين الوزن ديالو في 150 ميلي كما قول ديال أبغيكو رائع جدا فيه حبيبات بالفعل تيقوم يوم زيان الجسم والرائحة ديالو جد رائعة وكتبقى في البشرة ثمان ديالو كان وقيلة سبعين درهم وهذا كيبقى عام كامل يعني مدة صلاحية ديالو عام كامل ماشي ست شهور طبيعة الحال غدا نعاود نشري يومية الدرهم سالة هالكريم الجسم بالكاغيتي أو زادة شية للبشرة الجافة جدا جدا صن بغامين كما العادة ووزن ديالو اه 150 ميلي رائع جدا للترطيب العميق وخصي نفصل الشيطة طبيعة الحال غدا نعاود نشري تقريبا تمان ديالو كر 75 درهم سليت هذا البلوش او الفاغاجو دل نيكي تخوها اغبان ديكي رقم دلو صرف الربعة صراحة اللون دلو رائع 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 جدا مال لون السومو بإمكانك ركت وضعي في الحقيبة الماكياج يعني الحجم دلو الصغير ولكن يبقى معاك مدة طويلة أكيد هل نعود نشريع نشري نشريع سليت هذا البلوش ديكي عينين رائع جدا من الماكي ديا درمين صراحة ما كيديش ليا عينية وما كيحمرهاش ليا يعني كيزيل ولكن كيزيل فقط الماكياج العادي ماشي واتر بخوف زوين بزاف وطبيعة الحال اه 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 دي ماكيو اللي عندي بطبيعة الحلقة سنعود نشريع لاني الان كنستعمل ديال نيفيا وديال غارني بالنسبة للعطور اه سليت هاد البغفان ديال لابي اي بيل الحجم الكبير رائع جدا اه 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 كنت اخذيته على قبل باش نخليف ساك دياري وخذيته تقريبا بخنسة وعشرين درهام يعني في المغرب مكتوكش ايشنطيو بالعكس كتشريهم سألت هاد الاختزان ديال هاد البغفر رائع جدا لصديقة ديالي نصحتني بي اسميتها ايمان كن بلغ ليها تحيات ديالي من هاد الفيديو اسميته دوتشي جابانا بخمسة واربعين درهام رائع جدا يعني كتبقى في الحويش ما كتحيتش صراحة صراحة نسيت رقم ديالو لكن اسميته دوتشي جابانا سألت هاد المنادي المعاقيمة او ديالي كلمس حبيهم الماكياج هاد خاصة بالاطفال كما كتلاحظوا من المجازات اسمتها ايمان هاد مجازات تعجبني بزاف كنا في فرنسا وكنا وقالة وجد الهولندا او ديال المانيا ما بكتش عقل صراحة سألت تحت هادو اسمتهم هوجي منعرف واش انطقتها مزيين او لا ولكن اسم ديالو واضح على الشاشة يعني كنت تحت في المغرب ما في مش لالكول ما فيش بغابين رائع جدا صراحة بالنسبة للمسكات سألت هاد المسك هادو اللي بحلقي ناعك تلبسي لوجه ديالك بالفيتامين او وباللوز خديتهم من اكسو وقلب انوروش حاجه ايه يعني ما لش نقول رأي ديالي فيهم غدا نعاود نشريهم لان جوج ما كيفينش باش تعرف واش مزيين لوجه او لا طبيعة الحال غدا نعاود نشريهم